بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أعزائي المشاهدين نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص دمن لقاءات برنامج إنجازات وطنية عبر قناة مرايا العربي ونحن الآن في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة جبيهة في ضيافة كفاءة أردنية جديدة ومعي الآن سعادة الأستاذ المحامي منيف الطرعوني طبعا والأستاذ منيف من أبرز المحامين في مجال النظام والشرعي وفي مكتبه الخاص مساء الخير أستاذ منيف مساء الخير وأهلا وسهلا بالجميع سيدي بالبداية الأستاذ المحامي منيف الطرعوني وأنت غني عن التعريف وأشهر وأن تعرف في هذا الخطاع وفي العاصمة عمان وفي محافظة الكاركب بالتأكيد نود تطرق للجانب الشخصي الأستاذ المحامي منيف الطرعوني نتحدث عن مكان الولادة الدراسة أبرز دورات شاركت فيها والعائلة الصغيرة كم نزيك بالأبناء أهلا وسهلا فيه باتداء الاسم المحامي منيف محمود موسى الطرعوني مواليد الكارك عام 1970 درست ببداياتي في قرية من قرى المزار الجنوبي في الكارك نهيت مرحلة ثانوية ودرست المرحلة الجامعية في جامعة بغداد وخريج 1993 في جامعة بغداد وبديت التدريق انتقلت بعد انهاء المرحلة الدراسية الجامعية انتقلت إلى عمان للتدريب فيها تدربت في عمان وانهيت التدريب فيه السبع عام 1997 وافتتحت مكتبي الامتظيوفي الآن علي فيه عام 1999 ولغاية الآن أنا محامي مزاول في مهنة المحامة أستاذ مليف يعني نتحدث عن هالمكتب انت خص في النظام النظام الميو الشرعي أبرز القضايا اللي بتراجعكون آلية العمل فرص تدريب المحامين عدد المحامين الموجودين هنا تقريبا احنا بنعمل في كافة يعني كونه مكتب متكامل فبنعمل في مجال في جميع مجالات القانون من الترافع في المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الإدارية ومحاكم الضريب للدخل والمحاكم العسكرية بالإضافة إلى قضايا مراقب الشركات تسجيل الشركات طبعا أكيد يعني ما بقدر هذا العمل كله أني أستطيع قيام فيه بنفسي لو لمساعدة زملائي وزميلاتي اللي موجودين معي بالمكتب تقريبا بحدود في أربع زملاء وفي زميلتين عندي بالمكتب بيساعدوني في العمل في مجال القضايا والدراسات الموجودة عندنا في المكتب دكتور نتحدث عن دكتور إن شاء الله بصير دكتور سلام أستاذ منيف نتحدث عن الضمان الاجتماعي الآن اختصاصك في هذا المجال التحديد طبعا أنا بصفتي وكيل يعني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طبعا الضمان الاجتماعي الآن هو تقريبا في كل بيت أردني موجود في شخص منتفع بالضمان ومجالات قضايا الضمان الاجتماعي مجال واسع كثير يعني لا يسعي أن الحديث فيه فيه أخي نقول باختصار إلا أنه أنا مهمتي تنحصر فيه هي الترافع عن المؤسس العام للضمان الاجتماعي وتحصيل المبالغ المالية التي تترصد لها في ذمة المنشآت المشتركة في الضمان في حالة التخلف عن دفع هذه الاشتراكات وكذلك تمثيل المؤسسة في القضايا التي ترفع ضدها في المحاكم أستاذ بنيف نتحدث عن علاقتكم بالمحاكم الآن بما يخص موضوعه لا أحد يختلف طبعا على نزاهة القضايا الأردني تحدث عن هذه العلاقة نتحدث عن موضوع تجمع المحاكم القضايا العالقة بالمحاكم بشكلها طبعا إحنا علاقتنا في المحاكم علاقة تكاملية يعني إحنا والساد القضاء بنكمل بعضنا البعض يعني لأنه في إحنا نسمى في القضاء الواقف وهم القضاء الجالس يعني فإحنا علاقتنا تكاملية يعني الثنيناتنا بنكمل بعض وفيه تعاون يعني بيننا وبين القضاء وفيه أمور قد يعني تحتاج إلى المحامين ووجوبا التوكيل فيها طبعا لا يخلو أي عمل من أنه يكون فيه مشاكل من حيث مرات الكوادر اللي خلينا نقوله تتعامل فيه القضايا التبليغات أيضا بعد المحاكم عن بعضها البعض وعملية التنسيق الزمني ما بين مواعيد الجلسات فحقيقة أنه هذا بنتغلب على هذه المشاكل من خلال التعاون مع زملائنا القضاء وزملائنا اللي في المحاكم موظفين وزارة العدل والمحاكم بشكل عام أستاذ مريف يعني بما يخص موضوع قانون الملكين المستأجرين كثر الحديث عن هذا الموضوع يعني ما الجديد في هذا الحقيقة أنه لا جديد بالنسبة للتشريعات إلا أنه بصراحة هناك مشاكل كثيرة لغاية الآن في قانون المالكين ومستأجرين لدرجة أنه أحيانا كثير أنه أنا ما أستطيع أن أعطي استشارة لأي شخص على التلفون إلا أنه إذا يحضر لي عقد الإيجار لأن عقد الإيجار لأننا الآن محاكمنا شغاله على أكثر من ثلاث أو أربع قوانين مالكين ومستأجرين فأريد العقد الإيجار حتى أعرف شو القانون الذي ينطبق عليه لأنه في عنا العقد شريعة المتعاقدين في عقود استمرار قانوني لعقد الإيجار وفي عنا أيضا التعديلات الأخيرة على قانون المستأجرين فيما يتعلق بالزيادات القانونية وفيما يتعلق بالإيجار التي تترصد على المستأجرين يعني حقيقة أن هذا القانون أنا أتمنى أنه إصدار قانون مالكين ومستأجرين قانون عصري قانون يراعي مصالح الجميع المالكين والمستأجرين لأنهم هذولا معادلتين يعني يجب أن لا يهضم حق آخر لصالح الطرف الآخر أستاذ مونيف يعني الآن المحامين الجدد المتدربين ببداية طريقهم بداية حمحاتهم العملية يعني شو بتحب توجه لهم نصائح والله أنا بوجه أول نصيحة بالنسبة لزملائنا اللي بلتحقوا في التدريب أولا هو الالتزام بالتدريب والمملاسقة مكتب الأستاذ والأستاذ الذي يتدرب لديه لأنه هو خلص الجانب النظري من القانون أما الجانب العملي فهو موجود لدى المحامي الأستاذ الذي يتدرب لديه بالإضافة إلى مواكبة التشريعات ومواكبة أيضا قرارات محكمة التمييز التي تصدر لأنه هي التطبيق العملي للنصوص القانونية اللي موجودة في الكتب أستاذ منيوف نحدد لأستاذ المشاهدين موقع المكتب وكيفية التواصل مع كل أرقام تظر على الشاشة المكتب شارع الجامعة الأردنية شارع الملكة رانيا منطقة الجبيهة إشارة الدوريات الخارجية مجمع الحاج خالد اللوزي طابق الثاني في نهاية لقانة أستاذ منيوف بمناسبة قرب حلو وعيد ألاضح المبارك أيضا في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر في المنطقة ما هي رسالتك إلى أستاذ المشاهدين بشكل عام رسالتي إلى أستاذ المشاهدين في الوطن العربي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص أن نراعي الأمن والأمان الذي نعيش فيه ونحافظ على البلدان التي نعيش فيها والانتماء بشكل أكثر وأكثر للأمة العربية والسلامة طبعا أعزائي المشاهدين يصرنا في نهاية لقانة نتقدم بجزيلة شكر والامتنال لسعد الأستاذ المحامي منيوف الطرعونة طبعا نورتنا أستاذ منيوف شكرا جزيلا شكرا جزيلا